بوتن يتواعد بالرد على استخدام أوكرانيا لذخائر العنقودية نتنياهو يغادر المستشفى بعد زرع جهاز لمراقبة القلب وصلح عشائري في قضية طالبة الأردنية إيمان رشيد هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية فأهلا بكم إلى التفاصيل نبدأ الأخبار في دقيقتين من ساحة الحرب في أوكرانيا حيث أكد رئيس روسي بلاديمير بوتن على حق بلاده في الرد في حال استخدم الجيش الأوكراني القنابلة العنقودية التي زودتها به الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا لدعم هجومه المضاد بوتن أكد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن روسيا ليست بحاجة الآن لاستخدام دخاء العنقودية لكن إن تعرضت لهجمات بها سيكون لها حق الرد وأكيدا أن لدى روسيا مخزونا كافيا من دخاء العنقودية وبين نقص الدخاء لدى أمريكا هو سبب إمدادها لكيف بتلك القنابل بعد وعكة صحية مفاجئة تعرض لها يوم أمس غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ظهر اليوم مستشفى تال هاشومير في إسرائيل بعد أن زرع الأطباء جهازا بجسده يتيح لهم مراقبة معدل ضربات القلب باستمرار فيما تم تأجيل اجتماع الأسبوع لحكومته إلى يوم غد موكب نتنياهو الشهد وهو يغادر المستشفى الذي أدخل إليه ليلة الماضية بعدما شعر بتوعك وأخذ الليلة خاضعة للمراقبة في قسم أمراض القلب فيما قال الأطباء إنه بصحة جيدة لكنه مصاب بالجفاف بعد أكثر من عام على مقتل الطالبة الأردنية إيمان رشيد في قضية هزت الرأي العام في الأردن عادت القضية لتطفى على السطح من جديد لكن من باب الصلح العشائري نور رشيد شقيق المغدورة قال في منشور على فيسبوك إنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة المقبل موعدا لإجراء الصلح العشائري المتعلق بحادثة مقتل شقيقته إيمان كانت قد تعرضت العام الماضي لإطلاق نار داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة وبعد أن لاذا مطلق النار بالفرار تمكنت قوى الأمن من العثور عليه ومحاصرته لكنه أطلق النار على نفسه قبل وصوله بإليه وفارق الحياة إلى مصر حيث شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمال البلاد انهيار عقار جديد مأهول بالسكان وبحسب مراسل العربية فإن الحديثة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين على الأقل بينهم أطفال فيما لا تزال جهود البحث عن مفقدين مستمرة المعطيات الأولية أفادت بأن العقارة حديث الإنشاء مكون من ثمانية طوابق رغم أن رخصة التي صدرت له هي بستة طوابق فقط ولكن تم تشهيد طابقين آخرين بدون ترخيص بالانتظار ما ستكشف عنه تحقيقات الجهات الرسمية فإن هذه الكارثة هي الرابعة من نوعها التي تشهدها مصر في نفس الشهر نختم معكم بهذا الخبر المتعلق بالنساء على وجه التحديد حيث كشفت دراسات لمؤسسات دولية أن نساء أكثر عرضة من الرجال للتأثر بمخاطر التغير المناخي حيات الأمم المتحدة للمرأة أشارت إلى أن تداعيات التغير المناخي السلبية على النساء تنتج بسبب حساسيتها الجسدية وزيادة حاجتها إلى النظافة مقارنة بالرجل فيما أشار الدراسة أخرى إلى أن عدد النساء اللائفة قدنا أرواحهن في كوارث مثل العصير والفيضانات كانت أعلى بأربع عشرة مرة عن عدد الرجال لأسباب عدة كعدم قدرة كثير منهن على السباحة مثلا موسيقى